نشأة وتكوين هذا الطفل اللي كفيف اللي ابن خريج السربون أو على أقل يعني من ذهب إلى السربون والعيلة اللي في المينيا اللي أحد أو معظم أقطابها أقطاب في الحياة الوطنية والتاريخية المصرية وحزب الوفد وصورة التسعتاشر وإيه زمينا بنفاجأ سنة سبعة واربعين بميلاد طفلنا اللي بنكتشف أنه كفيف هو لما تولد تولد تمانية واربعين تمانية واربعين إبريل تمانية واربعين هو لما تولد كفيف عشان بس معلومة أن البعض يقول لا هو لم يرى أي شيء العكس تحصيل صحيح تحصيل يعني ست سنين وبالتالي علاقته مع الأشياء على مستوى الرؤية معدومة لا يوجد أي خيال سابق ولا أشباح ولا الضباب تسابق للوجوه ولا أي حال فالمهم هو لما تولد يعني على حسب يعني لو رجعنا بقى بقولك لما قلت له فبدأ يحكي لما تعجبت وبدأ يحكي فهو كان في يوم الحكي ده كان شيء غريب ومدهش في إني زي ما يكون عايز يحكي يعني عايز يحكي أنا قاعد يعني أقول له آه وبعدين في حتة آقف تبديه والنبي مش عالك وهو عمال يسترسل يسترسل حكي طبعا على أولادته وصدمة الأم والأب لما لقوا ابنهم بس اختلف رد فعل الأم عن الأب لا هو في اللحظة ما اكتشفه مؤكد أني بتبقى الصدمة واحدة عند الاتنين لكن طريقة التعامل هي اللي بتختلف ما بعد ذلك هو بيتكلم على أني أبوه جهز نفسه بقى لمصار طويل معاه على أساس هذه المفاجهة أمه بدأ يعني زي أم يقال بأمك يا بتاعه وتخبط على صدرها والحاجات ديت لكن في النهاية سلموا الأمر الواقع أكتر حاجة في نشأته هو يعني طبعا متأثر جدا بأبوه وبأمه لكن الملفت للنظر هي طريقة تعامل الأب معه وزي ما أنت بتقول أب ابن عسرة إقطاعية عائلة إقطاعية لكن هو على حسب تعبيره الإقطاع بالمعنى الإيجابي إذا كان فيه إيجابية صحيب دليل بعد ذلك الانتماء لفترة صورة يوليو وهو له تعبير على حكاية بيقول لي إيه يعني أنا ابن أسرة إقطاعية ولكن لم أرى أحد منها بيدرب واحد بالكرباق أو بيعذب واحد والحقيقة أنا لما ألافت نظر الحكاية ديت قعدت أنا أبحث في وزور العائلة من أول محمد علي باشا لحد وعصر إسماعين ومساهمتها هو كلامه صحيح المهم طبعا العائلة الشريعي في المينيا عائلة الشريعي حاجة اسم كبير ومهم جدا في المينيا ومن الأدوار الوطنية والسياسية والاقتصادية اللي لعبتها الأسرة دي ممتدة بشكل كبير ربما نعرف عمار الشريعي كجيل جديد لكن الأجالي السابقة تعرف حسن الشريعي وعلي الشريعي وأسماء كبيرة أسماء كبيرة جدا في عالم السياسة وعالم الحياة الوطنية أبوه بقى لما لقاه كده فالشيء على حسفة با هو رواية ولية الشيء اللي جه في ذهنه على طول نموذج طاع حسين طاع حسين بحكم كمان إنه هو من محافظة المينيا ومتقاربين على مستوى الجغرافيا طاع حسين في الوقت دي سنة 48 كان ملء السماء والبصر صحيح فأبوه جهز نفسه لإني هذا المولود يكون طاع حسين أخر وبالتالي بدأ يجهزه للحكاة دي مسألة التجهيز هنا خدت مصارين وهما اللي يبايل لك قد إيه هو كان متأثر بشخصية أبوه المصار الأول مصار يعلمه ازاي ويعده ازاي المصار التاني اللي هي القب بمعناه اللي هو التعبير اللي يستخدمه بيقول إيه إني في وقت الشدة ألاقي ظهري ألاقي ورايا في ظهري فبدأ من الصغر يتعامل معاه على أساس أنه هو عنده عاهة لكن لا يشعره بهذه العاهة أبدا والحقيقة هو كان موقف غاية في الدراما يعني موجود في الكتاب هو بيقول مرة كان في اسكندرية ومع الأسرة وبعدين كلهم بقى نزلين البحر وبتاعه وهو قاعد لوحده فقام قالت يا قلب أمك عليك يا حبيبي يا ضنايا ده تعبير إحنا ممكن أمهاتنا كلنا بتستخدمه في أوقات المعنى فهو بيقول الكلمة رنت هوداني ووجعتني بطريقة لم أكن أتخياله فنزاوة واكتئب وبعدين لم روحوا طبعا هي السيدة الأم العابرة كانت صعبان عليها صعبان عليها مش قصة تجرحوا وللعف الرمل مش قصة تجرحوا لو مش بتقوله تسمعه هي بتقوله بالنفسها بسولة طبعا فهو بيقول أنا روحت البيت منزاوي ومكتئب فأبو يسألوا ملك يا عمار ملك يا عمار لغيت لما حكا له فهو قال له طب هي دي الحكاية دي حكاها بسيطة خلص يا عمار طب إيه رأيك؟ أن أنت لازم تثبت نفسك وتتحدى ظروفك وتخلي اللي زي الست ديت هم اللي يجروا وراك ويقولوا آه شوفوا الولد اللي هو الكفيف ده بيبقى إيه؟ هو بيقول للحكاية يعني أبويا حكاها لي أبويا قال للنصيحة ديت فولد التحدي بقى ولد التحدي مع طبعا مبارسات أخرى وطبعا ده على المستوى اللي احنا نقدرون عليه مستوى التربية بالشكل المعناوي بسبارده طرفت اختيار اسمه نفسه عمار كان طرفة لطيفة راب البدا بالعرب اللطيفة لما الراجل البداوي الشيخ كان بينزل عندهم ضيف عند جدا عمار وكان أبو عمار بيحبه وبعدين سيحو واسمه الشيخ عمار كان أبو بيقول له المصري وهو راجل بدوي كان من المنطقة اللي مبين مطروح وليبيا وبيجي لهم معابر يقعد عنهم يومين ثلاثة ففي اليوم اللي اتولد فيه عمار جاه وأبو عمار صهر معاه وتعشف مع بعض وعمار اتولد في اليوم ده فأبوه قال عمار سمى على اسم هذا الرجل البداوي مولا يواء